السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 11 آب أغسطس القمر اليوم موجود في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 10 من صباح يوم الثلاثة بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها لبرج القوس طبعا بالنسبة ليوم الأمس احنا ذكرنا انه كان في خلوق مسار طويل استمر من مساء يوم الجمعة ورح يستمر لمساء يوم السبب بنتهي خلوق المسار الساعة 10 و33 دقيقة من مساء يوم السبب بتوقيت جرينج وقلنا انه بظلها هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار يعني لأنه بنبث الحلقة احنا الساعة 3 بتوقيت جرينج كل يوم فاذا ما زلنا احنا في فترة خلوق المسار ولكن بالنسبة لليوم اللي هو الأحد القمر موجود باستقر تماما في برج العقرب من بعد منتصف الليل نعتبر انه هو موجود في برج العقرب طبعا القمر اليوم موجود في منزلة الاكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 وتسعة واربعين دقيقة بعد عصر اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة خلال هذا اليوم ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا منكره يا منتقرب يا منبعد يا منتواصل مع الغير يا منقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد خاصة لأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي يعني ممكن انهم ينفجروا عند اي مواجهة او كلمة او انتقاد في من حولهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين خلال هذا اليوم او الضريبة او البنوك او قراءة رواية او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار مهم او شراء منزل مثلا او استئجار منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوى من ذاكرتنا ومنطقنا وتمنحنا كفاءات وخصوصا بالاعمال التجارية بصير عنا ثقة بالنفس اكثر وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين الزهرة اي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي ضفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا انه نعيش اوقات ممتعة جدا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لالها طبعا ان الاعضاء التناسلية المستقيم الشرج الاحليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العنى والجينات هذه الاعضاء الاكثر حساسية خلال هذا اليوم ما مننصح باجراء العمليات الجراحية لالها ولكن اذا شعرت بشيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب بكون افضل ولكن اذا كانت العمليات اضطرارية فطبعا ما في مجال التأجيل بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى باجراء العمليات الجراحية لباقي عضاء الجسم ما في اي مشاكل مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر او بالطرق التقليدية للاشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنى ويصلح ايضا للقص العلاجي بالنسبة الى القمر بما انه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء يبدأ الساعة التسعة صباحا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة عشر صباحا بتوقيت جرينج اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره سبع ايام الساعة التسعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم الثامن نسبة الاضاءة ثلاثة واربعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية سعيد بنسبة 45% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% ساعة المساء منتحس بنسبة 10% القمر في العقرب حتى يوم 13 ثمانية سعيد الآن بنسبة 45% ساعة العصر سعيد بنسبة 30% ساعة المساء سعيد بنسبة 60% عطارد في العذراء في اتراجح حتى يوم 15 ثمانية سعيد بنسبة 5% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 ثمانية منتحس الآن بنسبة 10% ساعة العصر منتحس بنسبة 40% أما في ساعات المساء منتحس بنسبة 60% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف في الدولو بيتراجح حتى يوم 29 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية علجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكونوا حارصين على تلطيف الأجواء واستشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم يبينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم ما تعرض لقاءاتك للفشل ممكن يسبب لك هذا اليوم نوع من أنواع الحزن أو الشعور بالظلم أو القهر فما تياسو كون صبور لأنه بدها شوي تصبر وحاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نضموا جدوى الغذاءكم خذوا قصد كافي من الراحة لا تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء وما تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل اليوم بملف أو معامله برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي فيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح خصص وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك للتواصل مع المحيط برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنهم كل يوم في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص اليوم ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مد يد العون لإلهم ممكن يكون فيه نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة لأن الفترة هاي متوترة ممكن تضطر للإهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم مش إنك ما تهمل صحتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتنشطوه في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية وبيدعوك الجو لتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك وممكن بعضكم يطلق حمل الترويج أو ممكن يسمع خبر سار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم الفرصة متاحة للحصول على مال هذا المال عادة بيجي من عمل إضافي وهاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم مش أنك تتفاعل بالخير انطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط لطف الأجواء وحسن علاقاتك يعني اليوم كله انشغلات على الصعيد المالي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنتم نشطون وحيويون وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها الداعم من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك بتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جوابي بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة أو تنطلق بمهمة طال انتظارها وفي إشي جديد رح يدخل حياتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتجتازه بصورة عام يوم غير مريح صحيا ونفسيا لأن القمر موجود في بيت المتاعب رغم عدم وجود أي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري والعاجل وإخلدوا للراحة حاذروا من بعض المحتلين من خيبات الأمل من الحضوض القليلة ما تجازفوا لأنه في نوع من أنواع التخير والفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة يعني حاول انك تتمم هذا اليوم بعمل روتيني برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطه اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أمني مش انه ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب أو ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا بإثبات جدارتكم وليل رضى المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم مش إنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال بل كن هادئ القمر عادة في هذا البيت بشكل نوع من أنواع التحدي في لحظات معينة فممكن أنك تكون مواضب أو عدائي فبدأك تحذر الخلافات ممكن بعضكم اليوم يكرم أو يحصل على فرصة مهمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد أو بتكثر عندكم الاتصالات الخارجية أو مع الأجانب وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة بعضكم ممكن يسافر في رحلة أو يفرحوا لإنفراج أو تسوي مهمة وممكن تهتموا بهواية جديدة بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء